اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدني والشرف ان انا اقدم استاذ الفاطل البشمهندس بيهس ومؤسس ورئيس تنفيذي الشركة كروس افر للسجارات الهندسية من اكتوبر 2017 ومدرب معتمد لشهادات المدير مشروعات مختلف بيم بي في البي مؤاي معهد ادارة المشروعات منذ عام 2009 وكان شغل منصب مخطط استراتيجي اول في جامعة المملكة في البحرين عام 2016 و2017 وشريك اقليمي في شركة فاستر كابيتل 2015 و2016 ورئيس تنفيذي لشركة بريتج للتدريب والاستشارات الادارية التي كانت تأسسة بين 2009 و2012 كما عمل مساعدة من التكنولوجيا المعلومات في شركة كوشان القابضة بين 2005 و2006 ومديرا للمشروع في الهيئة الملكية للجبيل ينبع بين 2003 و2005 ومدير لمشروع برنامج التدريب التعوني في التطبيق دوية العربية السعودية بين 2001 و2003 ومهندسا للنظام حاز على عدة شهادات وهي مدير مشروعات مختلف بيمي بي 2006 ومراجعة وتطبيق نظم الجودة الـ QMS Lead Editor وإدارة المحافظ الـ BFMB وإدارة المخاطر الاترافية الـ BMI RMB وإدارة المشروعات الرشيقة الـ BMI ACB من معهد إدارة المشروعات الـ BMI ON بالإضافة لشهد كل من مهندس نظم معتمد MCSE ومدير معتمد MCT ومختلف معتمد MCB عام 2000 من شركة Microsoft وحاصر على باتاريوس في هندسة كهربائية عام 2000 من جامعة دمشق هو من أكثر الناس اللي شرحوا في إدارة المشاريع والإدارة الرشيقة وصراحنا متابعة من زمان على اليوتيوب والتويتر يعني ما شاء الله شرح قوي جدا ومبسط جدا إن شاء الله هل أنت جاهز يا أستاذنا؟ هل أنت باهث؟ أهي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله كرام أستاذ السلام عليكم الله تعالى بركاته جميع حياكم الله أنا جاهز يا أستاذنا أتفضل أستاذنا الله كرام أستاذنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات وأصعد الله وقادكم كل خير وجمعة مباركة على الجميع يعني يوم طيب إن شاء الله وساعات طيبة للاستفادة وخاصة يعني قبل الغروب يعني على الأقل نكسب منكم كم دعوة حياكم الله جميعا إذن مرحبا بكم وشاكر كثيرا لأخي وأستاذ عمر المعروف بمبادراته الجميلة ويعني أنا أيضا متابع له من فترة طويلة وما شاء الله يعني أنصح الجميع طبعا بمتابعته ومتابعة بمأريبها مواضيع يعني مثيرة للاهتمام وإن كانت حقيقة يعني بعيدة نوعا ما عن تخصصي الباكتغراون تبعيه بشكل أساسي وهذا طبعا يعني كان أيام العمل الأولى بعد ذلك انتقلت للعمل الاستشاري وإدارة المشاريع لكن على العموم يسعدني بالتأكيد يعني دائما أني أرى مهندسين فاعلين وليس مهندسين فقط يعني من جميع من جميع الصناعات والقطاعات أشخاص فاعلين في الوطن العربي وبجميع بلدان الوطن العربي هذا الشيء يسعدني حقيقة يعني أظن أنه اليوم يعني بيننا أصدقاء وزملاء من ربما يعني معظم الدول في الوطن العربي فكويس الحمد لله أنه في شيء يجمعنا في الآخر يعني لو اجتمعنا افتراضيا بمحاضرات بسيطة بمحاضرات جميلة لعلها تكون مفيدة يعني لجميع إن شاء الله طبعا أنا يعني لن أزيد على أخي عمر بالنسبة للتعريف أخوكم بيهس السوادي مقيم في البحرين مؤسس ومدير شركة كروسوفر الاستشارات الاستشارات تعلق بإدارة الأعمال تحديدا وكما تعلمون يعني وكما وصلتكم الدعوة اليوم إن شاء الله نريد أن نتكلم قليلا عن إدارة المشاريع الرشيقة وأظن يعني معظمكم ربما لاحظ أنه ابتدأ هذا الاسم يعني ينتشر خاصة خلال السنتين يعني الماضيتين يعني بدأت الناس تتكلم كثيرا على الإدارة الرشيقة الأجائل حتى كنا يعني في الأول مشعارفين يعني نتفق على ترجمة موحدة فمنهم من ترجمها بالمرينة ومنهم من ترجمها بالرشيقة ومنهم يمكن طلع له بترجمة ثالثة المهم وهذه عادتنا طبعا كأشخاص يعني ناطقين باللغة العربية دائما عندنا مشكلة في الوصول إلى مصطلح يعني موحد يجمع الجميع لكن على العموم يعني أنا أرى أن الرشاقة هي المصطلح ربما الأكثر مناسبة لهذه الكلمة لأن الرشاقة تعني القدرة على تغيير الاتجاهات بسرعة بينما المرونة تعني القدرة على الاستجابة للضغط ثم العودة إلى الوضع الأساسي فالمرونة هي استيعاب طغط وعودة إلى الوضع الرئيسي أو الوضع الأساسي بينما الرشاقة تعني القدرة على تغيير الاتجاهات بشكل سريع جدا وكما يعني سوف ترون بعد قليل الإدارة الرشيقة تعني أكثر بتغيير الاتجاهات يعني بملاحقة العميل حقيقة أو ملاحقة الفاليو القيمة التي يبحث عنها العميل ولذلك لا مانع عندنا أبدا أن نغير اتجاهنا 180 درجة في سبيل أن نحقق هذه الفاليو هذه القيمة التي يبحث عنها العميل نبدأ إذن بعون الله تعالى ومرحبا بكم مرة أخرى مرحبا بمن انضم إلينا حديثا وبالنسبة للأسئلة سوف أظن بإمكانكم أن تكتبوا الأسئلة على الشات قسم المحادثة وأستطيع أن أتابع أسئلتكم إن شاء الله أجيب عنها في الوقت المناسب فكل الأسئلة التي لديكم بإمكانكم أن تكتبوها على المحادثة وإن شاء الله نستطيع أن نجيب عنها ضمن طبعا إن شاء الله ما نستطيع وضمن هذا الوقت المخصص طبعا هذه المقدمة فقط بالمناسبة يعني مأخوذة من كورس كامل في الإدارة الرشيقة وهذا الكورس يحضر الحاضرين أو من يرغب بحضوره لشهادة اسمها الـ PMI-ACP Agile Certified Practitioner أي ممارس الإدارة الرشيقة هي أحد الشهادات التي يقدمها معهد إدارة المشاريع الـ Project Management Institute تأتي يعني ربما بالدرجة الثانية من ناحية الشهرة بعد الـ PMB طبعا ربما أيضا الكثير منكم يعرفون أن شهادة الـ PMB أو امتحان الـ PMB تم تعديله مؤخرا في بداية السنة وأصبحت نصف الأسئلة الآن من 180 سؤال في 90 سؤال على الأقل تتمحور حول أو تأتي بما يتعلق بالإدارة الرشيقة فهناك كما ذكرنا يعني اتجاه واضح جدا بهذا الاتجاه تجاه الإدارة الرشيقة وخاصة يعني كما ترون المستجدات العالمية يعني ما صنع كورونا بالناس والدول وطبعا عداك عن التقدم التكنولوجي الكبير والمتسارع اللي يجعل أنه الشيء الطبيعي الآن الشيء الثابت الآن اللي نعيش وأن التغير أمر حتمي والتغير يمكن أن يكون يومي فإذا لم تكن لديك هذه القدرة على تغيير الاتجاه بشكل سريع فربما تفوتك يعني الكثير من الفرص لذلك أصبح هذا الموضوع مهم جدا إذن كما كنت أقول لكم يعني هذه المقدمة مأخوذة أو مختصرت أنا وأخذت بعض الأمور اللي رأيتها مناسبة من هذه الدورة دورة ممارس الإدارة الرشيقة ويعني رأيت إن شاء الله أن نبدأ بإطلاعكم عليه ويعني كي أفتتح الموضوع دعوني يعني أتساءل بيني وبينكم بعض الأسئلة التي تمهل للموضوع وتضعنا في جو هذه الإدارة الرشيقة أولاً لو سألتكم وأرجو طبعاً الإجابة عن طريق المحادثة سوف أسألكم بعض الأسئلة الصغيرة ونفكر فيها سوية لو سألتكم السؤال الأول هل تفضلون العمل في فرق كبيرة أم فرق صغيرة؟ ما رأيكم؟ من يفضل العمل هنا في فريق صغير أم فريق كبير؟ وإذا استطعت أن تذكر لي لماذا؟ فرق صغيرة حسبنا شوء فرق صغيرة جميل طيب الذي يجيبنا بفرق صغيرة نعم حب ذا لو يذكر سبب أو سببين ما الذي يجعلك تفضل العمل في فريق صغير؟ والذي أجابنا طبعاً بفريق كبير لعله يذكر سبب أو سببين ما الذي يجعلك تفضل أن تعمل في فريق كبير؟ سرعة التنسيق والاتصال نعم والتعاون صحيح نعم سهولة الإدارة طبعاً أصحاب الفريق الكبير يقولون في وجهات نظر أكبر في خبرات أكثر الحقيقة يعني معظمكم كما رأيتم أجاب أنه يفضل العمل في فريق صغير السبب الأول أظن لي يعني ربما يتفق عليه أو نتفق عليه جميعاً أنك عندما تعمل ضمن فريق صغير فهناك فعالية كبيرة أو كفاءة كبيرة يعني effectiveness efficiency في التواصل يعني من السهل جداً أن تنتقل المعلومة بين جميع أعضاء الفريق ونتشارك المعلومة ولا يكون هناك نقص في التفاصيل أو غياب في المعلومة أو misinformation أو miscommunication صحيح؟ يكون الأمر يعني سهل ثانياً كفريق صغير من السهل جداً أن نبني ثقة ما بيننا كأعضاء فريق صغير صح؟ تتفقون معي أو لا من السهل جداً أن نشعر أنناك عائلة صغيرة صح؟ من السهل جداً أن نتشارك المسؤولية من السهل جداً أن نعمل كفريق one team فيكون يعني في مسؤولية مشتركة عن النجاح والفشل صحيح أما إذا كنت تعمل في فريق كبير جداً وكثير ربما من أعضاء الفريق لا تعرفهم أو ربما التقيتهم مرة أو مرتين يعني غالباً سوف يكون الضت صحيح نعم ولذلك تميل حقيقة منهجيات عموماً منهجيات لدارة الرشيقة تميل إلى العمل ضمن فرق صغيرة وتشجع العمل على فرق صغيرة طبعاً هنا يخطر سؤال يقول طيب إذا المشروع عندي كبير فأحتاج بالتأكيد إلى فرق كبير كيف أستطيع أن أعمل في طريقة العمل حقيقة يعني بإمكانك أن تقسم هذا الفريق الكبير بكل سهولة إلى مجموعة من الفرق الصغيرة مع إيجاد الروابط المناسبة ما بين هذه الفرق الصغيرة مما يعطيك الفعالية التي تبحث عنها تمام؟ طيب ممتاز هذا رقم واحد رقم اثنين هل سمع أحدكم بالكولوكيشن أو وور روم هذا المصطلح أو تايت ماتريكس المصفوف الضيقة غرفة العمليات التجمع مر معكم هذا المصطلح؟ ماذا يعني؟ لا مو ويرهاوس وور روم غرفة العمليات ويرهاوس يعني مخزن أو مستودع ممتاز أحسنت يا أستاذ غائل ويا أستاذ السامية نعم إذن الكولوكيشن أو الور روم أو تايت ماتريكس كلهم بنفس المعنى تجميع فريق العمل في مكان واحد في مساحة عمل واحدة تمام؟ طبعا واضح أن هذا السؤال يرتبط مباشرة بالسؤال الذي قبله صح؟ إذا كان عندك فريق فيه ألف شخص فلتستطيع أن تجمعهم في مكان واحد أو في مساحة واحدة مساحة عمل مشتركة لا تستطيع أما في الفرق الصغيرة فأضف للميزات اللي ذكرناها سابقا ميزة أنك تستطيع أن تجمعهم في مكان واحد وهذا ما ذكرنا يزيد من فعاليتهم يزيد من تواصلهم يزيد من ثقتهم ببعض يزيد من تشاركهم للمعرفة يزيد من إحساسهم بالمسؤولية المشتركة عن نجاح المشروع وهذا أيضا مما تحث عليه وتركز عليه منهجيات الإدارة الرشيقة المختلفة طيب سؤال ثالث الآن إذا كنت قمت بإدارة مشروع أو جزء من مشروع ما وكلنا طبعا يعني احتاج إلى أن يأخذ قرار مكان واحد يعني مساحة عمل مشتركة أخي سامع في كثير ربما رأيتها في كثير الآن من المشاريع تجد أن كل الفريق موجود بغرفة كبيرة قد تكون يعني غرفة اجتماعات كبيرة مثلا تمام فكل الأشخاص فيه بارتشنز بس اللي يفصل بينهم عبارة عن أحيانا حتى ما فيه بارتشنز كل واحد عنده يعني كرسي وطاولة صغيرة وجالس عليها تمام فكلهم يرون بعضهم يستطيعون أن تواصلوا بعضهم وفيه وايت بوردس إذا حبوا يكتبوا شيء وفيه سهل جدا أنه يجلسوا أي اثنين مع بعض يناقشوا في موضوع معين أو فيه بعدين مثلا أحبوا بعدين مثلا ياخذوا بعض على جنب فيه بيكون أماكن مخصصة نسميها كيفز فهذه هي المساحة المشتركة طيب نرجع لموضوع اتخاذ القرار اتخاذ القرار في المشروع هل يفضل أن نتخذ القرار في المشروع أو القرارات في المشروع بأسرع وقت ممكن أم بآخر وقت ممكن as soon as possible ولا as late as possible ما رأيكم لو كنت تريد أن تتخذ قرار هل تتخذ قراراتك بسرعة أم تؤخرها قدر الإمكان في المشروع وحتى في غير المشروع يا سيدي خارج المشروع في حياتك هل أنت من من يسارع في اتخاذ القرارات أم من يفضل تأخير اتخاذ القرارات جميل جميل منتاز جميل نعم أحسنتم إذن معظم الإخوة أيضا أجاب يعني الإجابة المنطقية أنه أو أن المسارع في اتخاذ القرار ربما يعقبها ندم صح عندما تسارع في اتخاذ القرار بدون أن تكون المعطيات لديك مكتملة بدون أن تكون لديك التفاصيل مكتملة أو ينقصك بعض التفاصيل المهمة تمام فحتى لو كنت خبير حتى لو كنت يعني من أعظم الخبراء أحيانا بعض التفاصيل مهمة جدا لا تستطيع أن تأخذ قرار بدون أن تكتمل لديك تفاصيل معينة صح؟ فإذن المنطقي أني أنتظر قدر الإمكان طبعا نحن نسميها the last responsible moment اللحظة الأخيرة اللي لا زال يعني المبادرة بأيدينا وتأخير اتخاذ القرار لن يكون له تأثير سلبي تمام؟ فنسميها the last responsible moment عندها أتخذ القرار عندما يكون لدي أكبر قدر ممكن من التفاصيل ومن المعلومات لدي وبالتالي أستطيع الآن أن أستخدم خبرتي وأتخذ القرار بشكل صحيح أتخذ القرار الصحيح تمام؟ فإذن هذا أيضا ما تحث عليه المنهجيات المختلفة للإدارة الرشيقة طيب السؤال الذي يلي هل تميل إلى أن تكون قائد أم تميل إلى أن تكون مدير هل تحبذ أن تعمل مع قائد أم تحبذ أن تعمل مع مدير وما الفرق أصلا الذي يجعلك تفضل أن تعمل مع مدير ولا قائد أو أن تكون مدير أو قائد هذه أيضا من الأمور التي تركز عليها كثيرا الإدارة الرشيقة نبتعد عن إدارة الناس وإنما نريد أن نقود الناس لماذا؟ وما الفرق؟ أيها الفرق الأساسي والذي تركز عليه منهجيات الإدارة الرشيقة بشكل عام كثيرا أن القائد يجعل نفسه أو يضع نفسه في خدمة الناس هو يبين لهم الاتجاه يبين لهم الرؤية يبين لهم أين نريد أن نصل ثم يبدل كل ما لديه كي يسهل لهم الوصول تمام؟ فنعم نسمي هذا المبدأ القيادة بالخدمة سيرفانت ليدرشيب تمام؟ فإذا القائد أولا يفكر دائما بالاتجاه أو إلى أين نريد أن نذهب ولماذا؟ ثانيا يملك القدرة على إقناع الفريق وعلى تحفيز الفريق للذهاب بهذا الاتجاه ولتحقيق هذه الأهداف ويبذل ويكون قدوة ويبذل كل ما لديه كي يستطيع بالفعل الفريق أن يحقق هذه الأهداف المدير عادة يركز على الإفشنسي على الكفاءة على أداء الأعمال بشكل صحيح بينما تركز القيادة على أداء الأعمال الصحيحة تمام؟ المدير يفكر دائما بالبروسيس وبالتولز بالأدوات بالعمليات بالسياسات بالإجراءات بينما القادة يفكرون دائما بالبيبول والانترأكشن بالناس وبالتفاعل الحاصل بينهم فإذن نعم نحن نفضل أن يكون هناك قيادات أكثر من إدارات في منهجيات إدارة مشاريع الرشيقة وحقيقة معظمها إن لم تكن كلها تبتعد عن مسمى براجيكت مانيجر مدير مشروع هذا هذا المسمى مدير مشروع أو براجيكت مانيجر لن تجده في منهجيات الإدارة الرشيقة سوف تجد كوتش سوف تجد منتر سوف تجد تيمليد أو ليدر سوف تجد سكرام ماستر لكن نادرا جدا أن نقول براجيكت مانيجر مثلا مدير مشروعي أننا نرى أن الأمر يجب أن يتم بالقيادة وليس بالإدارة طيب السؤال الذي يليه إذا أردت أن توظف في مشروعك فمن توظف؟ أل توظف أشخاص لهم مهارات متعددة وطبعا مع التركيز على مهارة معينة أم تفضل شخص يمتلك مهارة وحيدة فقط وعميقة؟ أيهما تحبذ أو أيهما تفضل؟ ولماذا؟ دعونا نفكر لماذا؟ جميل هذا أيضا ما يعني تحث عليه الإدارة الرشيقة توظيف أناس بمهارات متعددة مع طبعا توفر مهارة أساسية طيب ما هو السبب؟ السبب أن لا يكون هناك لدينا كما يقال single point of failure يعني أشخاص يقف عليهم أو يعتمد عليهم المشروع بشكل كامل فإذا حصل مشكلة لهذا الشخص أو اضطر لمغادرة العمل أو حصل معه مرض أو كذا المشروع كله يتوقف هذا شيء طبعا خطير جدا ونحاول قدر الإمكان أن نتجنبه المشروع ينجز بفريق وليس بشخص واحد وهذا الفريق يجب أن يكون لديه القدرة على تغطية أدوار بعضهم إذا اضطرين مهارات متعددة مترابطة متشابكة نعم وبالتالي يستطيع أي شخص أن يقوم بلعب أدوار متعددة في حال اقتضى الأمر مع التركيز طبعا على دوره الأساسي جميل طيب السؤال الذي يليه هل تعرف ما هو الفرق ما بين الاندستريال براجيكت المشاريع الصناعية والنوليج بيزد براجيكت المشاريع المعرفية والتي تبنى على المعرفة مر معكم هذا المصطلح سابقا دعونا قليلا من الاندستريال براجيكت نوليج بيزد براجيكت ماذا يخطر لك عندما أو يخطر لك عندما تسمعين مشروع مبني على معرفة نوليج بيزد ماذا نقصد بذلك جميل جميل أحسنتم نعم النوليج بيزد براجيكت أو المشاريع المبنية على المعرفة أو المشاريع المعرفية هي تلك المشاريع التي لا يتوفر لدينا المعرفة الكافية للإحاطة بكل تفاصيل العمل المطلوب بمعنى آخر نطاق العمل السكوب غير واضح والمعرفة التي تتعلق به ليست مكتملة وهذه المعرفة قد تتغير مع الزمن مثل الأبحاث والتطوير نعم يا أستاذ وائل مثل أيضا مشاريع السوفتوير مشاريع تطوير البرمجيات تمام فالمشاريع عموما التي فيها أو التي ترتكز على التقنية بشكل عام كما ذكرنا بسبب هذا التسارع التقني الهائل هذه تتغير التفاصيل فيها وقد تتغير التفاصيل فيها بشكل كبير بين يوم وآخر وبين شهر وآخر وبالتالي العميل ربما يغير رأيه كثيرا والعميل ربما يغير متطلباته كثيرا فإدارة هذا النوع من المشاريع فيه تحدي ليش؟ لأنه ما عند كل التفاصيل ولأن المعرفة متغيرة ولأن المعرفة الطبيعية أن تتغير ليس شيء يعني استثنائي الطبيعي أنها تتغير تمام؟ بعكس الاندستريال بروجكس اللي هي معظمها مشاريع محددة ونطاق العمل واضح والتصاميم موجودة وتم الانتهاء منها وتجهيزها وسوف يتم البناء بناء على هذه التصاميم التي تم اعتمادها ونطاق العمل واضح فإذن ما فيه knowledge based المعرفة واضحة ومكتملة وموجودة من اليوم الأول تمام؟ وهنا الفرق حقيقة فبينما تركز إدارة المشاريع التقليدية اللي أنتم كلكم عارفينها الترديشنال project management أو الwaterfall كما يقال الشلال على أو يعني تبدي كفاءة عالية في إدارة المشاريع الاندستريال بروجكس اللي هي الصناعية كما قلنا هي فيها سكوب واضح لا تعتمد على معرفة متغيرة تمام؟ تكون هذه الwaterfall أو الtraditional تكون غير فعالة على الإطلاق إذا استخدمتها في مشاريع knowledge based في مشاريع يتغير أو تتغير التفاصيل والمعرفة فيها بين يوم وآخر فإذا استخدمت أسلوب waterfall مع مشروع تتغير معطياته بين يوم وآخر ستموت لأنك كل يوم ستعمل change request وأنت محتاج أنك تتعامله بشكل formal وحيروح على اللجنة واللجنة ستأخذ تعطي فيه ويأخذ أسبوع لاتخاذ القرار وبعد أسبوع من اتخاذ القرار تكون تغيرت المعرفة أصلاً واحتجنا إلى قرار جديد وهكذا تمام؟ فإذا من الصعب جداً وليس من المستحيل لكن من الصعب جداً أن نقوم باعتماد منهجية تقليدية أو استخدام منهجية تقليدية زي الووترفول لإدارة مشاريع من النوع knowledge based اللي هي من الطبيعي أصلاً أن تتغير فيها الأمور بين يوم ولينا صحيح؟ طيب سؤال الأخير إذا كنت تعاملت مع عملاء سابقاً كيف تصف علاقتك بشكل عام مع العملاء؟ هل العلاقة طيبة مع عملاءكم ولا في مشاكل؟ بس من باب الاستطلاع يعني لا تخافوا ما حيكون في تقييم للموضوع بشكل عام كيف ترون العلاقة مع العملاء؟ كيف تنتهي أو ينتهي العقد عادةً مع العميل؟ في إحراج جميل طبعاً أنا لا أسألكم عن أمنياتكم أسألكم عن الواقع يعني كلنا نتمنى أكيد أن تكون علاقتنا طيبة مع العملاء وأن في نهاية المشروع يشكرنا العميل كثيراً ونسوي احتفال مع بعض وكذا لكن الواقع هل الواقع كذلك؟ نأمل ذلك طبعاً للأسف يعني كما ذكر بعض الإخوة معظم الوقت تكون العلاقة تبدأ العلاقة جميلة جداً ورومانسية جداً مع العميل وتنتهي بنهاية غير رومانسية على الإطلاق وبخلاف وبدفعات ناقصة صح وباستقطاعات وإلى آخر صحيح للأسف السبب أو أحد الأسباب ربما يعني ومشاكل وتحكيم يعني ربما أحد الأسباب التي تؤدي إلى ذلك طبيعة التعاقد أننا عندما نتعاقد مع عميل فكما تعلمون يعني العقد دائماً يحدد شروط وواجبات ومسؤوليات يجب على كل طرف الالتزام بها تمام؟ وبما أن العقد بطبيعته يعني وثيقة قانونية ووثيقة ملزمة كما يقال للطرفين فكثير من الأحيان يعني أحد الطرفين يلتزم أو يريد أو يصر على الالتزام بحرفية ما ورد في العقد بحرفية هذه الشروط أو بحرفية هذه الالتزامات ولا يعطي المرونة لربما يعني تغيير قد يكون من فائدة الطرفين وقد يكون من مصلحة الطرفين تمام؟ وبالتالي تنتهي فعلاً معظم يعني هذا الواقع نقول تنتهي فعلاً معظم العقود والمشاريع إلى يعني علاقة يعني فيها نوع من قد يكون في النهاية يعني فيها نوع من الحساسية أو ما أشبه ذلك بينما تركز وتؤكد المنهجيات الرشيقة عموماً على أن دائماً التعاون مع العميل مقدم على التفاوض على العقد تمام؟ فإذاً إذا رأينا في أي لحظة أن هناك مصلحة للعميل وهذه المصلحة تتطلب أن نغير بعض بنود العقد بدون طبعاً أن يعني نتضرر نحن فلا بأس ولا مانع ويعني سوف نستعرض ذلك إن شاء الله يعني أسعفنا الوقت تمام؟ إذن هذه بعض الأسئلة التي يعني أردت من خلالها أن أطرح لكم يعني بعض التحديات اللي ربما كلكم تواجهونها في بيئة العمل وربما كلكم يعني لاحظتموها وحقيقة يعني من الأشياء اللي أنا أعتبرها جميلة جداً الإدارة الرشيقة أنها يعني كما يقال كومون سنس يعني أشياء تحسها يعني بالمنطق يعني بالمنطق أن العمل مثلاً مع فريق صغير في مكان مثلاً واحد أفضل بالمنطق مثلاً أن التعاون مع العميل أفضل بالمنطق مثلاً أن العمل مع القائد أفضل من العمل مع المدير وهكذا تمام؟ فهذا الأمور يعني تجدها جميلة وجذابة في الإدارة الرشيقة أنها يعني لا تبتعد كثيراً عن الـ أو الأشياء التي أنت متوقعها يعني يعني معظم الأسئلة اللي أسألتكم إياها قبل قليل كانت إجاباتكم صحيحة لأنه هذا كما يقال المنطق طبعاً رضا العميل هو الألتمت جول أستاذ الشيرين يعني هو هدفنا النهائي في أي مشروع رضا العميل رضا العميل طبعاً سوف يمر بعدة متطلبات لن يتحقق رضا العميل إلا إذا تحقق إلا إذا حققنا له متطلبات وبشكل عام وبالوقت المناسب وبشكل مناسب لكن هذا نعم هذا هو الهدف النهائي لأي عمل ولأي مشروع الوصول إلى رضا العميل بالتأكيد هو عملية تراكمية طبعاً نبدأ إذا بعد أن طرحنا هذه الأسئلة تعالوا ندخل أكثر في المنضوع ونبدأ بالنقطة الأولى إذا لماذا نستخدم الأجائل وأظن أنني شرحت أو مريت على هذه النقطة بسرعة طبعاً ذكرنا بشكل أساسي أنه في نوعين من المشاريع اللي هي الـ Industrial Projects و الـ Knowledge Based Projects طبعاً معظم إخواننا المهندسين خاصة طبعاً الـ Civil Engineers والعاملين يعني في صناعة البناء معظم طبعاً مشاريعه من النوع اللي هي الـ Industrial Projects يعني في عندي مثل ما ذكرنا سكوب واضح في عندي نطاق عمل واضح إذا كان في تغييرات سوف تكون تغييرات يعني بسيطة سوف تكون تغييرات معدودة ولذلك في عندي إجرائية رسمية لضبط التغيير وفي عندي لجنة هي مسؤولة عن اتخاذ القرارات التغيير وكذا إلى آخر لكن كما ذكرنا الآن بدأت تنتشر أكثر المشاريع اللي هي Knowledge Based المشاريع التي يعتمد العمل بها على معرفة متغيرة مع الزمن ولذلك لن تعود الطرق التقليدية صالحة لإدارة هذا النوع من المشروع ولا مثل ما ذكرنا سوف نتعرض لمشاكل كثيرة وبالتالي إذن أنا أحتاج إلى هذه المنهجية الرشيقة التي تستطيع أن تغير مثل ما ذكرنا اتجاهاتها بسرعة كبيرة جدا لكي تتوائم مع التغييرات المعرفية ومع التغييرات في نطاق العمل التي يطلبها العميلي تمام؟ فإذن للتعامل بشكل أساسي مع الغموض مع الUnknown's مع الأشياء التي لا نعرفها أحيانا العميل هو نفسه أصلا لا يعرف ماذا يريد يعني ليس لديه صورة كاملة عن المنتج الذي يسعى لبنائه ليس لديه صورة كاملة عن الموبايل أبليكيشن الذي يريد أن يقوم ببنائه مثلا تمام؟ فلذلك أنا أحتاج إلى هذه المنهجيات التي تتعامل مع Knowledge Work مع هذه الأعمال مثل ما ذكرنا التي يمكن أن تتغير بتغير الزمن تمام؟ فال Knowledge Work إذن يتوقع التغييرات ويعتبرها شيء طبيعي وشيء مرحب به ونسميها أيضا ال-Invisible Work في عمل ما نشايفينه مقادرين أن نراها تمام؟ لن نراها اليوم سوف نراها بعد أسبوع سوف نراها بعد شهر سوف نراها بعد شهرين وهذا ما يجب أن نستعد له هذا ما يجب أن نتحضر له وطبعا أكبر مثال على ذلك كما ذكرنا قبل قليل مشاريع البحث والتطوير ومشاريع أيضا بناء البرمجيات حيث دائما مثل ما ذكرنا في تغييرات ودائما في مستجدات يفاجئنا بها العميل أو يطلبها العميل وتكون من صالح العميل وتكون ذات قيمة مضافة فعلا للمنتج الذي يريد أن يقوم العميل ببناء فلذلك بينما تعتمد إدارة المشاريع التقليدية في المشاريع التي سميناها ال-Industrial Work أو ال-Industrial Project تعتمد على عمليات واضحة ومحددة تمام؟ في عمليات واضحة في ال-Waterfall أو في ال-Traditional نقوم بها من ناحية مثلا أول خطوة فلنفرض إنشاء Charter ثاني خطوة أنك تسوي Identify Steakholders تحدد منهم المعنيين ثم تنتقل إلى كتابة مثلا Scope Management Plan ثم تنتقل إلى تحليل Scope Statement ومناقشة مع العميل حتى تسوي أو تنتهي من Scope Finalization كده في processes واضحة ومعتمدة ويجب أن تقوم بها هذا في ال-Traditional طبعا في طرق الإدارة التقليدية أما في طرق الإدارة الرشيقة أو في Knowledge Work مثل ما ذكرنا Projects فنحن نعتمد على Empirical Processes نحن نعتمد على عمليات تجريبية ونطلب من الفريق دائما أن يحاول أن يطور العمليات الموجودة وأن يأتي بعمليات جديدة أن يبدع إذن الإبداع الإبتكار شيء مطلوب جدا ونعطيه المساحة الآمنة وهذا الشيء مهم جدا يعني تحث عليه الإدارة الرشيقة أنه كقائد يجب أن توفر لفريقك مساحة آمنة للتجربة والخطأ يجب أن تشجع على التجربة والخطأ لأنه إذا يعني بقي الفريق ملتزم بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس العمليات ما في تقدم إلى الأمام إذا كل مرة حنسوي المشروع بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس العمليات ما حسنا شيء يجب أن نجرب عمليات جديدة يجب أن نشجع الفريق على ابتكار عمليات جديدة ولا بأس إن أخطأ لأن هذا الخطأ يعتبر يعني هذا منحنى تعلم كما تعلمون learning curve لابد أن نمر به إذا أردنا أن نحسن لن نستطيع أن نحسن بدون تجربة أشياء جديدة بعضها يفشل بعضها ينجح تمام إذن هذه العمليات اللي بنسميها empirical processes دائماً لما تسمع empirical processes يعني عمليات تجريبية حيجربها الفريق بعضها ينجح بعضها يفشل هي تفاعلية interactive هي تراكمية incremental تمام؟ هي تتغير بشكل مستمر وتتكيف بحسب ما يناسب العمل وما يناسب تحقيق متطلبات العميل وهي أيضاً تمر بمراجعات مستمرة تمام؟ هذا ما يميز empirical processes بعكس المنهجيات التقليدية مثل ما ذكرنا حيث تكون الprocesses أصلاً محددة وواضحة والخطوات واضحة ويجب أن تمر فيها كلها تمام؟ ومعرفة لك من بداية إلى نهاية المشروع هنا لا هنا المجال مفتوح إذن للتجربة والابتكار والإبداع والتعامل مع المتغيرات والتكيف مع المتغيرات أظن الآن فهمنا تماماً المبدأ الذي بنيت عليه منهجيات الإدارة الرشيقة المختلفة ولماذا نحتاجها ولماذا نحتاج الإدارة الرشيقة طيب تعالوا الآن نرجع قليلاً في التاريخ ونخبركم متى ولدت الإدارة الرشيقة بيرثوف أجاي ولدت رسمياً في فبراير ما بين 11 و13 فبراير عام 2001 عندما اجتمع فريق من عدة شركات يعملون في تطوير البرمجيات وكانوا يستخدمون منهجيات مختلفة مثل السكرام والإكستريم بروغرامينج إكس بي والإس دي أم هي منهجيات مختلفة لكن أثناء اجتماعهم كان اجتماع يعني عبارة حقيقة عن مجتمعين كانوا في سبا أو في منتجع فكان الموضوع ترفيه لكن أثناء اجتماعهم وجدوا أو حاولوا أن يناقشوا الأسس المشتركة التي يعني توجد في أعمالهم يعني الأشخاص اللي يعملون في السكرام والأشخاص اللي يعملون في طريقة ثانية اسمها دي أس دي أم أو طريقة ثالثة اسمها إكس بي أو طريقة رابعة اسمها كريستال يعني وجدوا أنه في قواسم مشتركة بين هذه المنهجيات المختلفة هذه القواسم هي التي تجعل منهجياتهم حقيقة جيدة وذات كفاءة في إدارة المشاريع ما هي هذه القواسم؟ وصلوا إلى أن هذه القواسم وهذه القيم هي أربعة وضعت واعتمدت فيما يسمى بالأجائل ما نفسته أو بيان أو نص إعلان الأجائل أو الإدارة الرشيقة إذن قالوا حقيقة أي منهجية في إدارة المشاريع كي تسمى أجائل أو كي تكون منهجية رشيقة يجب أن ترتكز على أربع أمور أساسية إذن هات أي منهجية إذا أردت أن تعرف أن هذه المنهجية رشيقة أو لا أعرضها على أربع شروط التي هي هذه القيام الأساسية إذا حققت هذه الشروط الأربعة إذن هذه المنهجية تكون رشيقة إذا لم تحقق واحد منها تكون المنهجية غير رشيقة وبالتالي المجال أمامك يا بطل مفتوح إذا أردت اليوم أن تخترع منهجية رشيقة فكل ما عليك أن تخترع منهجية تحقق هذه الشروط الأربعة ولذلك هناك عدد حقيقة يعني شبه لا متناهي من المنهجيات الرشيقة اليوم إذا سألتك كم منهجية رشيقة فيه في عدد فعلا لا نهائي وكل يوم يأتي ربما أحد ويستطيع أن يقول أنا سويت منهجية جديدة ونسوي كذا ونسوي كذا وهذه المنهجية لدي وهذه المنهجية فعلا تحقق هذه الشروط الأربعة وبالتالي يتم اعتبارها منهجية رشيقة تمام؟ طيب ما هي هذه الشروط أو الأمور الأربعة؟ كل هذه الشروط المناسبة تبدأ بكلمة نفضل نفضل كذا على كذا تمام؟ كلها الأربعة المبدأ الأول يقول نحن نفضل الأشخاص والتفاعل الحاصل بينهم على العمليات والأدوات individuals and interactions over هذه اللي نفضل يعني تمام؟ over processes and tools تمام؟ طيب ما يجب أن يكون واضح لدينا هو أننا لا نعني بذلك أننا يعني لا نقدر processes and tools أننا لا نقدر الأدوات والعمليات لا نحن نقدرها ولا شك هي مطلوبة تمام؟ لكن ما نفضله أو ما نثمنه أكثر هو الأشخاص والتفاعل الحاصل بينهم فمن ينجز العمل في نهاية اليوم هم الأشخاص هم الفريق وليس الأدوات لوحدها صح؟ يعني المنشار ما رح يقطع لوحده الـ process, policy, procedure ما هتشتغل لوحدها من يقوم بالعمل هم الأشخاص والأشخاص الذين يعملون بروح واحدة في تفاعل طبيعي بينهم في تفاعل إيجابي بينهم في ثقة بينهم في عمل مشترك بينهم فلذلك يجب أن تركز على بناء الأشخاص وبناء التفاعل الإيجابي بينهم التفاعل الصحيح بينهم إذا أردت فعلاً أن تركز على إنجاز العمل بشكل صحيح تمام؟ هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني يقول أننا نفضل وخليني هنا أستعير كلمة أخرى نفضل المنتج الذي يعمل طبعاً هي كما ورد في المانيفستو نفضل البرنامج الذي يعمل لكن إذا أردنا أن نعمم يعني باعتبار كل الأشخاص كما ذكرنا اللي اجتمعوا كانوا يعني يأتون من شركات برمجية لكن كما قلنا هذه المنهجية أو المنهجيات الآن أصبحت يعني ليست فقط خاصة بالتطوير البرامج فنحن نفضل المنتج الذي يعمل على التوثيق المفصل إذن في النهاية في نهاية اليوم ما الذي يحب العميل أن يرى؟ أن يرى منتج يعمل أنك قمت ببناء منتج يعمل بشكل صحيح له ولا يحب أنك تجيب له أوراق وتجيب له ملفات وتجيب له توثيق ما الذي نفضله أو ما الذي يفضله العميل؟ بالتأكيد العميل يفضل المنتج الذي يعمل يفضل أن يرى أنه في شيء تم بنائه وهو يعمل بشكل صحيح طبعا هذا مرة أخرى لا يلغي أهمية التوثيق ولكن نحن نفضل التركيز يعني يا فريق ركز لي على بناء منتج يعمل ولا تضيع نصف وقتك في التوثيق تجد شخص بمهارات عالية جدا في البرمجة مثلا جالس كل يوم ساعتين ثلاثة يوثق هذا اسمه هدر وضياع كبير جدا صح؟ تمام؟ فلذلك التوثيق طبعا التوثيق هذا حكاية بحد ذاته في الأجائل لكن نقول عنه أنه barely sufficient يجب أن يكون بالحد الأدنى الكافي توثيق تمام؟ ويحصل أيضا في يحصل في آخر لحظة ممكنة وأجل التوثيق لآخر لحظة ممكنة تمام؟ إذن هذا هو المبدأ الثاني المبدأ الثالث يقول وذكرنا أشرت إليه قبل قليل نفضل التعاون مع العميل على التفاوض على العقد إذن كما ذكرنا الغاية النهائية هي رضا العميل فنحن إذا رأينا أن هناك ما يرضي العميل وربما لا يتلاءم مع شروط العقد لا مانع من أن نغير شروط العقد ما في داعي أني أعتمد يعني أني ألتزم بحرفية ونصية العقد لأن العقد يقول كذا تمام؟ إذا كان فيه إمكانية بدون أن نتضرر وهذا الشيء يحقق ذالي وأكبر تمام؟ فيجب إذن أن نقوم به أن نغير العقد أستاذ الشرين تقول طيب الأرشفة مهمة للإنتاج المدى البعيد وكذا ويحتاج ثلاث ساعات مرة أخرى هل تعملين في مشروع Industrial Project ولا مشروع Nourish Project؟ هذا شيء أساسي الشيء الثاني كما قلنا ربما يعني يكون من المناسب أني أخصص أشخاص يعني بدون هذه المهارات العالية أشخاص مهمتهم التوثيق وفعلا يقومون بالتوثيق كما قلنا اللازم والكافي ما في داعي أني أضيع أوقات أشخاص عندهم كفاءات وعندهم مهارات وعندهم مواهب في توثيق فالآخر سوف يوضع على الرف وربما ينظر إليه أحد وربما لا ينظر إليه أحد ويختفي مع الزمن المبدأ الرابع وهو أيضا مبدأ مهم جدا أن الاستجابة للتغيير مقدمة على اتباع خطة وهذا طبعا يعني لبء الموضوع أننا كما ذكرنا نفضل الاستجابة لأي تغيير من صالح العميل على اتباع خطة معينة كنا قد وضعناها ما في داعي أبدا أني ألتزم بخطة لن تحقق قيمة للعميل لن تحقق رضا العميل لن تحقق متطلبات العميل لولا أني أغيرها بما يتناسب مع رضا العميل تمام؟ هذه هي إذن المبادئ الأربعة التي وضعت واعتمدت وشكلت يعني إعلان ولادة بمثابة إعلان ولادة للأجايل وسميت الأجايل منيفستو وتستطيعون أن تزوروا هذا الموقع لازالت موجودة ومسجلة theagilemanifesto.org بإمكانكم أن تزوروا هذا الموقع وتجدوا هذه المبادئ بلغات متعددة وكما قلنا هذا كان يعني تاريخ إعلان الأجايل ما الذي تقصد به أستاذ فيصل العميل عنيد؟ العميل سواء كان عنيد أو غير عنيد يعني العميل كما يقال دائما على حق يعني هذا لب الأجايل إذا قال العميل أنه يريد أن يقوم بذلك وأشرحنا له ربما من وجهة نظرنا أن ذلك ليس من المفضل أو أن ذلك غير مفيد لك أو كذا لكن العميل أصر على رأيه فخلاص العميل هو الحكم لا نستطيع أن نخبر العميل ما هو أفضل له لا تضع نفسك في هذا الموقف أبدا لا تضع نفسك في موقف أنك تقول للعميل ما هو الأفضل له العميل دائما أدرى بمصلحة نفسه أدرى بما الذي يناسب إذن هذه شرح المبادئ الأربع يعني أنا شرحتها لكم أظن بشكل سريع كما قلنا مثلا بالنسبة للدوكمنتيشن at the last responsible moment أو just in time في الوقت المناسب التوثيق لا يضيف قيمة كبيرة للمشروع بعكس بالبناء المنتج الذي يعمل الكستمر كلابوريشن مثل ما ذكرنا يجب أن يكون هناك تعاون يجب أن يكون هناك مورونة يجب أن يكون هناك استجابة للعميل بشكل صحيح هناك فرق بين أن تكون محق وبين أن تفعل الشيء الصحيح تمام فأحيانا العقد يعني معك العقد أنت محق حسب بنود العقد لكن الشيء الصحيح الذي يجب أن نقوم به لمصلحتنا ولمصلحة العميل هو شيء آخر غير العقد تمام فلا مانع أن نقوم بتغيير العقد وكما ذكرنا نرحل دائما بالتغيير بدل من الالتزام بخطة معين فإذا منهجيات الأجائل عموما تركز على نشر قيم الأجائل في المؤسسة وهذا شيء يعني مهم لأنه إذا شخص واحد فقط مقتنع بقيم الأجائل وباقي الفريق غير مقتنعين أو الإدارة غير مقتنعة أو الزملاء غير مقتنعين لأن تعمل تمام هذا يتطلب اقتناع من كافة الأطراف خاصة طبعا يعني من القيادات العليا في المؤسسة إذا أردت للأجائل أن تعمل في المؤسسة يجب أن تكون القيادات مقتنعة بهذه المبادئ ويجب أن يكون هناك فهم مشترك لهذه المبادئ ولذلك مثل ما ذكرنا يعني قد يكون هناك ضرورة للعمل على نشر هذه القيم ونشر هذه الثقافة في المؤسسات وبناء هذه الثقافة أضف إلى ذلك شيء مهم جدا تحث عليه الإدارة الرشيقة وهي الترانسبرانسية أو الشفافية تمام فيجب أن يكون العمل الذي نقوم به واضح للجميع والأهداف واضحة للجميع والتقدم في المشروع مثلا ومؤشرات الأداء واضحة للجميع لن أستطيع أن أبني ثقة ما بين أعضاء الفريق وأعضاء المؤسسة إلا إذا كانت في شفافية عالية جدا وهذا أيضا أحد الأهداف التي أريد أن أحققها عندما أضع الفريق في بيئة عمل مشتركة مثل ما ذكرنا لما أسوي كولوكيشن أو غور روم أن تكون أيضا الشفافية عالية هذه الشفافية هي التي تساعد في بناء الثقة وتجعلنا نفكر فعلا كفريق ونعمل كفريق ونتشارك المسؤولية في النجاح والمسؤولية أيضا في الفشل وأيضا كما ذكرنا تأمين بيئة عمل آمنة للتجربة والخطأ يجب أن أؤمن بيئة آمنة للفريق ماذا يعني آمنة؟ يعني لا يخاف أحد من الخطأ إذا أخطأت لا بأس هذا شيء طبيعي هذا جزء من منحنة التعلم كما ذكرنا لن تتقدم إلا بتجربة أشياء جديدة ومن الطبيعي أن تخطئ في بعض الأشياء عندما تجربها فيجب أن نؤمن لهم أو نزودهم بهذه البيئة الآمنة للخطأ للتجربة والفشل تمام؟ فبالتالي إذن نشجع الفريق دائما على تجربة تقنيات جديدة في العمل، تجربة عمليات جديدة في العمل مشجعهم طبعا دائما على تشارك المعرفة والتعاون فيما بينهم وأيضا مبدأ مهم جدا تحث عليه الإدارة الرشيقة وهو الـ Emergent Leadership ومرة أخرى طبعا يعني كلمة مانجمين تلن تجدها هنا كثيرا وكلمة مانجمين هو أنه دائما نتكلم عن قيادة أو عن leadership والشيء الذي يعني ربما أيضا يأخذنا إلى بعد آخر هنا في الإدارة الرشيقة أنها تحث على نشوء قادة جدد فالقائد مو واحد في الإدارة الرشيقة بل نشجع على وجود عدة قادة فكل شخص بالفريق يحق له صاحب مبادرة يحق له أن يعني يتقدم بهذه المبادرة وأن يقود هذه المبادرة تمام؟ نعم يا أستاذ رائد هذا ذكرناه من البداية يعني طبيعة المشروعية التي تحدد إذا كان من المناسب أن نستخدم traditional way نستخدم طرق تقليدية ولا نستخدم agile طرق رشيقة تمام؟ لكن ما أستطيع أن أقوله لك على جميع الأحوال أنه حتى في المشاريع التقليدية والمشاريع اللي سكوب فيها واضح هناك بعض المبادئ في الأجائل وهناك بعض الأدوات في الأجائل يعني مهمة جدا وتصلح للتطبيق حتى في تلك المشاريع تمام؟ طيب يعني لعلنا نترك هذه الأسئلة التي تحتاج إلى خوض كبير إلى نهاية المحاضر فإذا ما كنت أقوله هو أن الإدارة الرشيقة تحث وتشجع على بناء قيادات متنوعة وتعطي لكل شخص في الفريق حرية التقدم بمبادرة وقيادة هذه المبادرة فالقيادة ليست محصورة على شخص واحد أي شخص استطيع أن يبادر بشيء ونقول له تفضل وأنت تولى زمام هذه المبادرة طالما أنت صاحب الفكرة وأنت عندك ربما الخبرة الأكثر في هذا المجال وفي هذه التقنية فضل قد هذه المبادرة وأرنا كيف يمكن أن نقوم بهذا العمل باستخدام هذه المبادرة مثلا والشيء الرابع والأخير مثل ما ذكرنا ما هو التركيز على القيادة بالخدمة السيرفانت ليدرشب والتي تتمثل بكون القائد يضع نفسه في خدمة فريقه فيعتبر أن واجبه الأساسي هو تمكين الفريق وجعلهم أو تحفيزهم ومنع أي مشوشات أو عراقيل يمكن أن تعرقل أعملهم فهذا هو دوره الأساسي هو قائد بالخدمة طيب تفرع عن هذه المبادئ الأربعة أو ظهر عن هذه المبادئ الأربعة إعلان آخر يسمى declaration of interdependence إعلان الترابط أو إعلان الارتباط المشترك والذي ينص على التالي والذي يعني يشرح الأجائي المانيفستو يعني بشكل أكبر والذي يقول التالي وهذا إعلان جميل جداً ومهم جداً ومحفز جداً حقيقة الجملة الأولى تقول في هذا الإعلان أننا نزيد العائد على الاستثمار عن طريق التركيز على بناء القيمة بشكل مبكر وبشكل مستمر طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني التالي العميل جاء لعندك طبعاً سواء كان عميل داخلي أم خارجي مرة أخرى سواء كان العميل هو الإدارة العليا عندك في المؤسسة أو سواء عميل خارجي جاء لعندك وطلب منك أن تقوم ببناء منتج أو أن تقوم ببناء برنامج معين له العميل هذا سوف يدفع صح؟ في استثمار هنا يدفعه العميل إذن في investment هذا المشروع هذا الأمر سوف يكلفه فلوس طيب متى سيحصل العميل على العائد على الاستثمار؟ الفلوس اللي حيدفعها العميل متى سوف يرى العائد عليها؟ طرق الإدارة التقليدية غالباً كما تعلمون متى يظهر المنتج؟ في آخر المشروع صح أو لا؟ وبالتالي يحس العميل أو لا يحس العميل بالعائد أو لا يرى العميل العائد على الاستثمار إلا لما به المشروع وطبعاً ربما يعجبه هذا العائد ربما لا يعجبه وبالتالي تبدأ الخلافات والخصامات والنزاعات أما الأجائل فتقول لا أو هذا البند يقول لا لا يقول لك يجب أن تتحقق أو نبني له القيمة مبكراً تمام؟ وبشكل مستمر فإذا من البداية أعمل أنا على بناء المنتج بالحد الأدنى بالمواصفات الأساسية بالمواصفات الرئيسية اللي يعتبرها العميل ذات القيمة الأعلى وبالتالي أسلم العميل منتج صغير لكنه يعمل بوظائف اللي يعني يعتبرها العميل أساسية نعم هذا المنتج هو ما سوف نسميه لاحقاً minimum viable product أو المنتج يعني بالحد الأدنى تمام؟ وفي كل مرة سوف يرانا العميل أو سوف نجتمع مع العميل سوف نعمل على بناء ميزات إضافية لهذا المنتج فكل مرة وفي نهاية كل يعني فترة تكرارية iteration نسميها تمام؟ نكون أضفنا للمنتج ميزات جديدة وبالتالي يأتي العميل ويرى فعلاً ما تحقق ونعرض على العميل ما تحقق فهكذا يرى العميل أنه في عائد على الاستثمار سريع وفي عائد على الاستثمار مستمر تمام؟ وهذا الشيء يخلي العميل متشجع أكثر ومتحفز أكثر ويدعمنا أكثر ويرحب بأي اقتراح نتقدم له به ربما تمام؟ فيتعاون معنا بشكل كبير جداً ليش؟ لأنه يرى أنه الفلوس اللي دفعها إذن في عائد سريع في منتج صح طلع منتج صغير لكن آه الفكرة أوكي طيب ما الذي يجب أن نضيفه الآن على هذا المنتج؟ ما هي المزايا الجديدة؟ ما هي الوظائف الجديدة؟ نجتمع مرة ثانية بعد شهر؟ ممتاز تمام؟ إذن أو لا صحح وهذه لا أريدها هذه يعني نزيد منها وهكذا تمام؟ هذا شيء مهم جداً والشيء تركز عليه الإدارة الرشيقة وهو ما نسميه Value Driven Delivery التسليم المقاد بالقيمة عملنا وتسليماتنا Deliverables اللي حنعطيها للعميل يحددها القيمة نعمل على الأولويات التي يحددها العميل إذن ما الذي يراه العميل مهم؟ هو ما سوف نبدأ ببنائه في أقرب وقت ممكن طيب العبارة الثانية تقول أننا نعمل على تحقيق نتائج موثوقة عن طريق إشراك العملاء في فترات متكررة وإشعارهم بالمسؤولية المشتركة إذن هذا ما أشط إليه قبل قليل أنه بدل ما أغيب عن العميل شهرين وثلاثة ما يشوفني العميل ولا يعرف أنا ما الذي أقوم به إيش قاعد أسوي في العمل ولا في المنتج وبعد ثلاثة شهر نجتمع ويتفاجأ هذا العميل بأنه إحنا اشتغلنا شيء ما هو مهم بالنسبة له أو ربما يراه أصلاً غير صحيح أو تكون المفاجأة طبعاً غير سر على الإطلاق لا الأفضل من ذلك أن نتفق مع العميل على أن يشاركنا أن يكون جزء من فريق العمل أن ينخرط معنا وأن يكون العمل على فترات متكررة كل شهر حنأجي لعندك يعنيه وحنعرض عليك ما الذي بنيناه ونتفق معك على ما الذي سوف نبنيه الشهر التالي مثلاً إذا كان التكرار شهر هذا الإتريشن أو التكرار إذن هو مبدأ أساسي في كل منهجيات الرشيقة أنه بدل ما أتعامل مع المشروع كزمن كوحدة زمنية كاملة لا تتجزأ حجز المشروع إلى فترات متكررة قد تكون أسبوعين قد تكون ثلاثة سابيع قد تكون شهر لكن مو أكثر من شهر ممنوع أن يكون أكثر من شهر يجب أن لا أغيب عن العميل أكثر من شهر أمام هذا الحد الأقصى وبالتالي هذه الفترات التكرارية في بداية كل فترة سوف نتفق مع العميل على ما الذي يجب أن ننجزه في هذه الفترة أو في هذا الشهر وفي نهاية الفترة سوف نعرض على العميل بالفعل ما الذي تم إنجازه ونأخذ رأيه ونأخذ يعني ربما فيدباك أو تصحيحاته أو ملاحظاته ونتفق معه على ما الذي يجب أن نقوم به في الفترة التي تليها وهكذا تمام وهذا المبدأ حقيقة يستند إلى مبدأ مهم جدا أيضا في إدارة المشاريع الرشيقة يقول كلما طال زمن المشروع كلما زادت مخاطره كلما زادت زمن المشروع كلما زادت مخاطره فلذلك بدل أن أتعامل مع المشروع كوحدة زمنية كبيرة سنة أو سنتين لا أقسم المشروع إلى فترات زمنية قصيرة متكررة هذا يساعدني في تجنب مخاطر المشروع وفي إشراك العميل وما ذكرنا زيادة تفاعل العميل وأن نعتبر كلنا أنفسنا فريق واحد يعمل على بناء هذا المنتج واضح؟ طيب ثالثا أننا طبعا نتوقع الغموض مثل ما ذكرنا في المشروع وبالتالي نتعامل مع هذا الغموض عن طريق هذه الفترات المتكررة وبنتيجة طبعا التقدم في العمل سوف تتضح بعض هذه التفاصيل فنتكيف مع هذه التغييرات هذا أيضا المبالي الأساسي أننا نتوقع مثل ما ذكرنا هموض ونتوقع تغييرات ونستعد للتكيف مع هذه التغييرات المبدأ الرابع أننا نطلق العنان للإبداع والابتكار مثل ما ذكرنا عن طريق تمكين الفريق وعن طريق التأكيد على أن مثل ما ذكرنا الفريق هم المصدر الأساسي لبناء المنتج وبناء القيمة ونؤمن لهم هذه البيئة الآمنة بيئة التجربة والخطاء والتعلم فمثل ما ذكرنا من يبني في النهاية المنتج هم الفريق وليس الأدوات تمام المبدأ الخامس أننا نقوم بتحسين الأداء عن طريق خلق بيئة وثقافة من العمل المشترك ومن المسؤولية المشتركة إذن يجب أن يؤمن كل أعضاء الفريق أن النجاح مشترك وليس ملك شخص معين وأن الفشل هو أيضا مشترك وليس بسبب شخص معين هذه الثقافة يجب أن تزرع ويجب أن تنمى وبالتالي إذن مثل ما ذكرنا هذا ما سوف يحفز الأداء بشكل كبير لما يكون الفريق مؤمن أن النجاح مشترك وأن مسؤوليتنا مشتركة وكاملة عن النجاح ومسؤوليتنا مشتركة وكاملة عن الفشل المبدأ الأخير يقول أن نزيد من الموفقية ونزيد من الفاعلية عن طريق استخدام عمليات مختلفة أو ممارسات مختلفة يمكن أن تتطور بحسب المواقف فإذا ممكن كما ذكرنا أني أغير من عملياتي أني أغير من أدواتي بحسب ما يتطلبه الموقف ولا مانع في ذلك تمام؟ فهذا ما يسمى Declaration of Interdependence أو أعلان الارتباط وهو كما رأيتم يعني شرح مفصل أكثر للأجاه المانيفستة وهذا يقودنا ربما للحديث عن الـ Inverted Triangle أو المثلث المقلوب معظمكم ربما أيها الأخوة والأخوات خاصة طبعا يعني من يعملون في إدارة المشاريع سمع أو رأى هذا المثلث الذي يعني يسمى كما يقال المثلث الزهبي في إدارة المشاريع أن كل مشروع طبعا مقيد على الأقل بثلاث أمور بنطاق عمل وبتكلفة وبزمن يستغرق المشروع حتى نمجزه فطبعا في إدارة المشاريع التقليدية في الـ Industrial Based Projects مثل ما ذكرنا في بداية المحاضرة ما يكون واضح ومقيد تماما ومحصور هو نطاق العمل لما يأتي العميل لعندي يشرح لي ويوضح لي ما العمل المطلوب بشكل مفصل طبعا ممكن أنا أيضا يعني مساعده في ذلك لكن المهم أننا نتفق على scope على نطاق عمل واضح مفصل نقول هذا هو الثابت وبناء على هذا النطاق الثابت نقدر للعميل الوقت والميزانية المطلوبة لإنجاز هذا العمل هذا هو مثلث إدارة المشاريع المعروف إذن بناء على نطاق العمل المحدد سوف يتم تحديد الوقت والتكلفة اللازمة لإنجاز العمل في إدارة المشاريع الرشيقة الآن الموضوع مختلف نحن اتفقنا من البداية أن نطاق العمل غير ثابت ومتغير وغير واضح طيب كيف يكون الأمر إذن؟ إذن نعكس ونقلب هذا المثلث فيصبح الثابت هو التكلفة والزمن والمتغير هو نطاق العمل يعني يوم يأتي العميل لعندي أو يوم عندما أريد أن أتفق مع العميل هل أتفق معه على نطاق عمل ثابت؟ لا يمكن لأننا نحن متفقين من البداية أن نطاق العمل خاضع للتغييرات وفيه غموض كبير إذن ما الذي سوف يكون ثابت؟ وكيف سوف أتفق مع العميل؟ سوف نتفق مع العميل على وقت ثابت وتكلفة ثابتة تمام؟ فإذن أقول له مثلا الفريق أنا والفريق سوف نكون في خدمتك لمدة ستة أشهر وهذا سوف يكلفك فلنفرض مليون دولار تمام؟ وأنت سكوب متغير أن تحدد لنا وهو يعني سوف يكون العمل بالأولويات التي لديك فنعمل طول هذه الفترة بالأولويات التي لديك تمام؟ فإذا انتهت الفترة وانتهت الموازنة بدون أن ننجز كامل العمل ربما يعني نجدد مرة أخرى حسب ما يراه العمي تمام؟ فهذا ما يسمى بالإنفرتد ترينجل إذن المثلث المقلوب وهذا شيء حقيقة يساعد العميل في وجهة نظرنا مهمة جدا يجب أن أقولها لكم الكثير من المشاريع أظنكم تتفقون معي أن الكثير من المشاريع تعاني من تجاوز الميزانية صح؟ يأتي العميل مثلا نتفق يعطينا نطاق العمل نقول له العمل هذا هيكلفك 100 ألف دولار بعدين نكتشف أنه في أشياء لا مواضحة لازم نضيفها نكتشف في تغييرات كذا فبدل المئة ألف دولار يدفع العميل 120 ألف دولار 130 ألف دولار 150 ألف دولار صح ولا لا أظن يعني معظمكم ربما يعني مر بهذا الموقف أو سواء كنت أنت مدير مشروع أو كنت عميل ولا يكون هذا الأمر تحت سيطرة العميل حقيقة لأنه هو مضطر يريد أن ينجز هذا العمل فإذا قال له المقاول والله في أمور ثانية في أمور يجب أن نضيفها في مواصفات يجب أن تتغير تمام فمضطر العميل أنه يدفع لا بد أن يدفع العميل أما بهذه الطريقة لا احنا اتفقنا مثل ما ذكرنا اتفقنا على أنه سوف نتقاضى من كل مئة ألف دولار ونعمل لديك ستة أشهر وأن تحدد لنا العمل أن تحدد لنا ما الذي تريد أن نقوم به يمكن بكرة تغير رأيك يمكن بعد بكرة تغير رأيك مرة ثانية ما عندنا مشكلة فبالتالي العميل خلاص ثبت ميزانيته وثبت وقته تمام ولن يتجاوزها سعدناه على السيطرة على ميزانية والوقت في نفس الوقت إذن نحن نتبع كل ما يطلبه مننا واضحة هذه الفكرة أتمنى أن يكون جبت على سواء لك يا أستاذ محمد بهذه الفكرة فإذا هذه هي فكرة التعاقد في الأجائل لأنه كما تعلمون وكما ذكرنا في نص إعلان الأجائل أو الأجائل ما نفسته أننا نقدم التفاوض عفوا أننا نقدم التعاون مع العميل على التفاوض على العقد فكيف نستطيع أن نستجيب لمتطلبات العميل إذا كنا سنلتزم بعقد وهذا العقد يعني يلزمنا بشروط معينة بمواصفات معينة وما إلى ذلك إذن العقد هنا يجب أن يبنى بصيغة مختلفة وهي صيغة مثل ما ذكرنا Time and Material إذن نتفق على إعطاء العميل وقت بتكلفة معينة ويكون نطاق العمل مفتوح وسكوب واضح إذن أو فونسكوب متغير بحسب ما يراه العميل طيب سوف أتجاوز يعني هذه بعض المقاطة الآن عشان ما نطلل عليكم كثير سوف أتجاوزها هذا ما كنت إذن أقول لكم أن يجب أن نتمتع بهذه المرونة والعقد يجب أن يتمتع بهذه المرونة التي تجعل العميل يركز على إنجاز القيمة من وجهة نظر فالكولابوريشن أوبر الكنتراكت وهنا لدينا حالات طيب أنا اتفقت مع العميل على وقت ثابت وعلى تكلفة ثابتة ماذا لو انتهينا من بناء المنتج قبل انتهاء الوقت بالتكلفة يعني أنا اتفقت مع العميل على مائة ألف دولار وستة أشهر طيب لما بدأنا عمل انتهينا من بناء المنتج في خمسة أشهر ماذا يحدث عندها عندها إذا أنهينا العمل مبكرا يتم احتساب الساعة طبعا لأن الأجر مثل ما ذكرنا على أن يكون يعني بالساعة أو بالماندي باليوم فيحتسب بقيمة أعلى من القيمة المتفقة عليها يعني إذا كنا متفقين مثلا اليوم بألف دولار حنسوي بألف ومئة دولار تمام عشان نعوض المقاول أو الفريق عن الشهر هذا اللي سوف يذهب من العقد صح فإذا يكون هناك نسبة نسبة زيادة عن النسبة المتفقة عليها طيب والحالة الثانية إذا ما أنهينا العمل في خلال ستة أشهور عندها إذا تقل ساعة العمل عن الساعة اللي اتفق عليها نعم هذا طبعا يكون منصوص عليه في العقد وهذا العقد هو ما يسمى بال graduated fixed price contract إذا المتدرج عقد الساعة الثابت المتدرج فنحن اتفاقنا على ستة أشهر وعلى هذا المبلغ اللي هو مثلا باليوم كذا لمجموعة مئة ألف دولار تمام؟ لكن إذا تم إنجاز العمل المبكران يجب أن ينص العقد يعني في هذه الحالة على ذلك ينص العقد أنه إذا تم إنجاز العمل مثلا قبل خمس أشهر وأقل فعندها يحتسب اليوم تضرب مثلا بمية وعشرة في المية 1.1 وإذا أكثر من ستة أشهر فمثلا يتم تقليل الأجار أو تقليل الأجر اليومي فيضرب مثلا بـ 0.9 تمام؟ بارك الله فيكم جميعا يعني ضمن الوقت يعني أنا أحاول أيضا أن أكون رشيق معكم وإني أركز على الفاليو أعطيكم أهم المعلومات ذات يعني أعلى قيمة عشان تطلعوا بالمحاضرة بأكبر قيمة ممكنة إن شاء الله شكرا لكم جميع طبعا هذه حالة وهناك حالة أخرى يعني إذا ما أردت أني أتفق معه على تكلفة ثابتة وعلى سعر ثابت فبإمكاني أني أتفق معه على مراحل أو work packages حزم عمل يعني أجزاء من المشروع لا أتفق معه على المشروع كاملا كتلة واحدة لا حنتفق مثلا مبدئيا فقط على التصميم فأقول له كسعر ثابت هذا التصميم طبعا بما أنه التصميم الآن لدينا معطيات وأوضح الشيء فضمن المعطيات اللي يعني واضحة لدينا سوف يكلف الكناة ونقوم بإنجاز التصميم له ثم مثلا المرحلة الثانية لمرحلة مثلا فلنفرض التطوير فإذا الآن التصميم صار عندي موجود وبإمكاني إذا أن أضع تقدير جيد أو تقدير دقيق للتطوير وهكذا إذن يتم الاتفاق هنا على كل جزئية نقسم المشروع إلى أجزاء أو إلى حزم عمل ويتم الاتفاق على كل وحدة بوحدة مثل ما ذكرنا يعني منعا قدر الإمكان ليعني وجود غموض في الاتفاق فهذه أيضا طريقة أخرى للتعاقد أو الاتفاق في المشاريع الرشيقة عادة عن ذلك المجال مفتوح كما يقال والعقد شريعة المتعاقدين ويمكن كأن يعني تتفق مع العميل أو تتفق مع المقاول بأي شكل يعني ترونه مناسبا يعني هذا ما حاولنا أن نشرحه أخي محمد أنك مثل ما ذكرنا عندما تتفق مع العميل على سعر ثابت ومدة زمنية ثابتة فأنت ساعدت العميل على الحفاظ على يعني المحافظة على الميزانية والسعر الثابت عدم تجاوزها وثانيا أنت وضعت نفسك تحت تصرف العميل بحيث تنجز الأعمال التي يطلبها هو حتى لو غير رأيه في اليوم عشر مرات أنا ما عندي مشكلة اتفاقنا معه على السعر ثابت ووقت ثابت فهكذا حققنا الأمرين حققنا التعاون مع العاقد معه بشكل مناسب واضح خلي سؤالك للآخر أستاذ رائد أوكي يعني خلينا في سؤالك للآخر شيء وإن كنت يعني أجبت عليه بشكل سريع قبل ذلك طيب تفرع عن أيضا الدكليريشن أوف انتردبندنس هذا اللي تكلمنا عليه تفرع عنه أيضا 12 مبدأ وتعتبر مبارئ الأجائل يعني الأساسية الـ 12 وتفصل أكثر أيضا في يعني أساسيات الإدارة الرشيقة المبدأ الأول يقول أن الأولوية العليا مثل ما ذكرت هي لأرضاء العميم وذلك يتم عن طريق تسليمات سريعة مبكرة مستمرة للقيمة أو لمنتج ذو قيمة يعني هذا أظن ذكرناه وشرحناه بشكل كافي كيف يرضى العميل؟ كيف يكون العميل مبسوط؟ عندما يرى عائد سريع على الاستثمار عندما يرى أننا نبني منتج وهذا المنتج يعمل وهذا المنتج ثم بدأ يكبر بدأت تزيد مواصفاته تمام؟ أيضا هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني يقول أننا نرحب بتغيير المتطلبات والمواصفات حتى لو في نهاية المشروع أنتم تعرفين طبعا كانت هذه مشكلة كبيرة في الطرق التقليدية إذا كنا في نهاية المشروع وجاء العميل غير رأيه في التصميم تكلفة التغيير هنا كبيرة عالية جدا عندما تكون في نهاية المشروع بينما في الإدارة الرشيقة نحن دائما نرحب بأي تغيير يقترح العميل ويراه العميل ذو قيمة لدينا هذه المرونة كما ذكرنا ولدينا هذه القيمة في مساعدة العميل على بناء القيمة وبناء الميزة التنافسية العميل طبعا غالبا يريد هذا المنتج كي ينافس به يعني كي يأخذه إلى السوق وينافس به تمام؟ أو تتحقق له ميزة تنافسية معينة فنحن هنا مهمتنا أن مساعد العميل في تحقيق الميزة التنافسية عن طريق الاستجابة لأي تغيير يطلبه العميل المبدأ الثالث يقول أننا مثل ما ذكرنا نعمل على بناء المنتج بشكل متدرج وبفترات زمنية متكررة تتراوح بين أسبوعين إلى مثل ما ذكرنا يجب أن لا تزيد عن شهر حقيقة ونفضل دائما الشورت تايم سكيلز يعني مثل ما ذكرنا أسبوعين لشهر بعضهم ممكن يأخذها الشهرين لكن لا نفضل ذلك نحن نفضل دائما الأمور القصيرة ليش؟ لأن مثل ما ذكرنا كل ما زادت الزمن كل ما زادت المخاطر المبدأ الرابع مبدأ مهم جدا يقول يجب أن يعمل المطورون والبزنس بيبول يعني الإداريون أو من سوف يستخدم المنتج المستخدمون يجب أن يعملوا مع بعض كفريق على طول فترة المشهور مثل ما ذكرنا هذا المنتج مثلا سوف يستخدمه أشخاص أو سوف يعني يوضع في خدمة إدارة معينة هذه الإدارة أو هلأ الأشخاص يجب أن يشاركوا في بناء المنتج ويجب أن يعطوا رأيهم في كل مرة في الأشياء اللي بنينها في المنتج وإلا مثل ما ذكرنا ربما نجد أننا بنينا منتج مختلف تماما عن توقعاتهم وعن متطلباتهم هذا المبدأ الرابع المبدأ الخامس أن المشروع يبنى ويبنيه أفراد محفزون فبدون وجود أفراد لديهم تحفيز كافي لن نستطيع بناء المنتج بلن نجح للمشروع وبالتالي مطلوب منك يا قائد المشروع أن تقدم لهم هذه البيئة وهذا الدعم وأن تثق بهم للقيام بالأعمال المطلوبة المبدأ السادس يقول أن الطريقة الأفضل الطريقة الأكثر كفاءة الطريقة الأكثر فعالية في نقل المعلومات بين أعضاء فريق المشروع هي بكل بساطة الفيس تو فيس انتراكشن يعني التواصل والتفاعل وجها لوجه هذا من المبالي الأساسية في الإدارة الرشيقة الإدارة الرشيقة تبتعد عن الأدوات التقنية وخاصة الأدوات التقنية المعاقدة الإدارة الرشيقة تقول لك أفضل طريقة أنك تتواصل مع شخص يعني أن تكلم وجها لوجه ما يترسله إيميل هو جالس جنبك أظن كلكم الآن يعاني ربما من هذه المشكلة يكون زميلك جالس جنبك في المكتب يعني لا يبعد عنك ربما مترين يعني ترسله إيميل عشان تناقش في موضوع معين طبعا البعض يقول عشان التوثيق وعشان أحمي نفسي أنه أنا أرسلت له إيميل مع حماية نفسك هذا دليل على أنه في أزمة ثقة يعني وقلنا في الأجائل نحن نسعى لبناء فريق بشفافية عالية يثق ببعض البعض بمسؤولية مشتركة عالية تمام وهذا لا يتم إلا بأعلى درجات التواصل وأفضل درجات التواصل وأعلى هي وجها توجه يعني وجها توجه دمجنا العربي بالإنجليزي وجها لوجه أين طيب المبدأ السابع عفوا كيف يقاس النجاح في إدارة المشاريع الرشيقة يقاس أو المعيار الأساسي لنجاح المشروع في الإدارة الرشيقة هو المنتج الذي يعمل مهما وريتني وثائق مهما وريتني تقارير مهما أريتني من رسوم بيانية جميلة وملفات إكسل وإذا في الآخر المنتج الذي أعطيتني إياه لا يؤدي الوظائف المطلوبة ولا يؤدي الغرض المطلوب لا أستطيع أن أقول أن مشروعك نجح صحيح أو لا فإذن المعيار وفي التقدم في المشروع هو المنتج الذي يعمل تمام سواء طبعا كان software أو غير software المبدأ الثامن يقول أو يشير إلى أن الإدارة الرشيقة تحث على sustainable development يعني التطوير المستدام تمام بحيث أنه في خطوات ثابتة مستمرة في تطوير المنتج يشارك فيها الفريق كاملا بما فيهم حتى سبانسر راعي المشروع المطورين فبالتالي إذن في دائما مثل ما ذكرنا يعني استمرارية في التسليم وفي تسليم القيمة بشكل مستمر المبدأ التاسع يقول أن الانتباه المستمر إلى التميز التقني وإلى التصميم الجيد يحسن من الرشاقة مهمتك أيضا أيها الفريق الرشيق أن تتميز فنيا وتقنيا وأن تعمل على إنشاء أفضل تصميم design user experience تمام لأنه هذا ما يعني يزيد من رشاقتك ويزيد من نجاح مشروعك أن يكون التصميم جيد أن يكون لديك هذا التميز الفني التقني اللمسات الفنية في التفاصيل التي تجعل المنتج مميز المبدأ العاشر يقول ومبدأ مهم جدا أنا أحب هذا المبدأ شخصيا كثيرا جدا ويعني أعتمده في حياتي حتى مبدأ البساطة البساطة مهم جدا أحد مبادئ الإدارة الرشيقة يقول هذا المبدأ أن البساطة إذن أو يجب دائما أن نقوم بالعمل بأبسط طريقة ممكنة التعريف هنا يقول أن البساطة هي تعظيم الأعمال التي لا يجب أن نقوم بها work not done عظم العمل الذي لن نقوم به بمعنى آخر اختصر قدر الإمكان أنجز العمل بأقل خطوات تمام وهذا لا يتعارض مع المبدأ السابق الذي ذكرنا فيه التصميم وذكرنا فيه التميز التقني بالعكس الشخص المتميز التقني والتصميم الفنان يكون أو يتميز ببساطته البساطة ليست سهلة عن الإطلاق بالعكس البساطة من أصعب الأمور أظن أنكم تتفقون معي أن تقوم بالعمل بأبسط طريقة ممكنة هو من أصعب الأمور السهل أنك تقوم بالعمل بطريقة طويلة جدا صح أو لا فالبساطة إن البساطة أحد أهم القيام في الأجائل المبدأ الحالي عشر يقول أن أفضل البناء يعني المعمارية والمتطلبات والتصاميم يأتي من الفرق التي تتمتع بتنظيم نفسها بنفسها إذن عطي الفريق حرية تنظيم نفسه بنفسه أعطي الفريق حرية التفكير أعطي الفريق حرية الإبداع أعطي الفريق الحرية الآمنة للتجربة والخطأ وسوف يعطيك أفضل التصاميم سوف يعطيك أفضل المتطلبات أفضل البنى الهيكلية تمام لما تمكن الفريق وتعطيه هذه المساحة وتخليه ينظم نفسه بنفسه هذا أيضا أحد المبالي الأساسية في الأجائل هو جعل الفريق ينظم نفسه بنفسه تمكين الفريق لتنظيم نفسه بنفسه وتوجيه نفسه بنفسه أيضا المبدأ الثاني عشر يقول أنه في فترات متواصلة ومنتظمة يقوم الفريق بتقييم نفسه ذاتيا ويتكيف أو يضبط أداءه مع ما يراه مناسبا كي يحسن من الأداء فإذن في مراجعة ذاتية دوية للفريق يجب أن يقوم بها بشكل منتظم يراجع الفريق أداءه ويرى كيف يستطيع أن يحسن أداءه وكيف يستطيع أن يقلل مثلا من الهدر أو يقلل من الأخطاء التي يقع بها تمام وهذا هو المبدأ الثاني عشر من مبادئ الأجائل وبالتالي إذن نلخص هذه المبادئ كلها ونلخص هذه العقلية اللي نسميها الأجائل مايند ست هي عقلية كما ذكرنا ترتكز على مبادئ أساسية وأركان أساسية أستطيع أن ألخصها بالشكل التالي أن الإدارة الرشيقة كما ذكرنا ترحب وتتوقع التغيير إذن تتوقع التغيير وترحب به مو بس تتوقع لا وترحب به ثانيا أنها تعتمد على إضافات ذات قيمة مستمرة ثالثا أنها تستخدم حلقات التغذية الراجعة لتحسين الأداء رابعا أنها تتعلم عن طريق الاكتشاف المستمر والإبداع والابتكار خامسا أنها تركز على تسليم القيمة للمعنيين للستيك هولدرز سادسا أنها تؤمن أنه لا بأس من الفشل والفشل السريع والفشل المبكر لأن الفشل المبكر فشل آمن عندما تفشل مبكرا هذا فشل آمن لا يكلفنا الكثير عندما تجرب شيء وتخطئ به ويتبين منتجته خاطئة تكلفة هذه التجربة والخطأ بسيطة وتكلفة النجاح تكون ممتازة إذا نجحت التجربة حتى المشروع عندما يفشل فشل مبكر يكون فشل آمن إذا من البداية وجدنا أنه في مصاعب مثلا تقنية تجعلنا لن نستطيع أن نقوم بهذا العمل يكون هذا الفشل آمن ما كلفنا شيء العميل ما تكلف شيء لكن تخيل أن نصل إلى نهاية المشروع ثم نكتشف أنه لا يمكن أن يتم بنا هذا المنتج تكون التكلفة مرتفعة جدا تمام المبدأ الذي يليه هو تسليم القيمة كما قلنا بشكل مستمر وليس بشكل منقطع على طول فترة حياة المشروع وأخيرا التحسين المستمر التحسين المستمر في العمل وفي المنتج وفي الفريق وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة أرجو أن يعني تكونوا استمتعتم بها وأتلقى الآن استفساراتكم حياكم الله جميعا وإياكم يا رب وهذا ما يميز الإدارة الرشيقة يا أستاذ روم شكرا لكم جميعا ماذا يكون الله خيرا مش مهندس أتمنى لو حتى عنده سؤال يعمل ريز هند أو يكتب في التشات تمام نعم هذا سؤال جيد من الأستاذ إسماعيل حقيقة موضوع التطبيق الأجائل في الكونستركشن في الأجائل أو أحد منهجيات الأجائل التي تنتمي للأجائل أعتبرها تنتمي للأجائل منهجية اللين وهناك ما يسمى باللين كونستركشن البناء الرشيق المختزل الذي يعني يركز بشكل أساسي على التخلص من الهدر أو التخلص من الفاقد تمام فنعم هناك ما يناسب الكونستركشن مع العلم طبعاً أنه كما اتفقنا الكونستركشن هي مشاريع سكوب فيها واضح التفاصيل فيها واضحة لكن بإمكاني أن أستخدم مبادئ اللين في الأجائل للتقليل من الهدر إلى أكبر قدر ممكن وهذه إجابة على سؤالك كما ذكرت لك أن بعض الأدوات في الأجائل مثل الكامبان بورد مثل اللين يمكن أن تستخدم حتى في مشاريع سكوبها واضح لأنها ذات فاعلية عالية وكذلك معض المبادئ تركيز على القيمة تركيز على التسليم المستمر للقيمة تركيز على إشراك العميل بشكل مستمر تمام فكل هذه الأمور إن شاء الله مهمة وإمكانك أن تستخدمها سواء كان المشروع knowledge based أو مشروع industrial based أيضا في أي سؤال آخر المحاضرة مسجلة طبعا ويعني سوف تكون موجودة على صفحة بيماريبيا وإن شاء الله أيضا أضعها على تويتر أظن أن هناك من كان يسأل عن الامتحان طبعا من متطلبات الامتحان حضور دورة لا تقل عن 21-20 ساعة وأن تكون لديك خبرة حوالي سنة في إدارة المشاريع بشكل عام وثماني أشهر كشخص يعني اشترك أو مارس إدارة رشيقة هذه المتطلبات الامتحان وإمكانكم اطلع على التفاصيل على صفحة ال-PMI بالتأكيد أخي أحمد ممكن تطبيق مبادئ الأجائل في التصميم المعماري بالتأكيد أستاذ إبراهيم سؤالك حقيقة يعني يحتاج إلى المحاضرة بحد ذاته ويعني تندر اشتح بند إدارة المخاطر والتصنيف ما بين المخاطر والخلاف الحاصل الآن ربما خلاف كبير جدا بين يعني بين اعتبار الكورونا مثلا خطر غير متوقع أو خطر متوقع أو فرس مجور عوام القاهرة كما يقال أو لا خطر عادي ممكن التعامل معه فلعلنا إن شاء الله نخصص لاحقا يعني محاضرة في إدارة المخاطر هل يجب اعتماد منهجية أو ثنتين اعتمد ما تريد ادمج بين أي منهجيات تريدها أو اخترع منهجية جديدة من عندك لا تخالف بها كما ذكرنا هذه القيام وهذه الأركان ويعني مقبول منك ما تقوم به نحن نقوم عادة يعني كل فترة لدينا هذا الكورس الكورس السابق يعني انتهى قبل قليل قبل حوالي أسبوع يعني من يريد دورة كاملة في الأجال بإمكانها متابعة إن شاء الله نعلن يعني عن دورة في المستقبل القريب إن شاء الله المنهج أو الكتب ما في منهج واحد حقيقة هو في مجموعة كتب تنصح بها PMI أيضا بإمكانك الاطلاع عليها على صفحة PMI صفحة الصفحة المخصصة لشهادة PMI ACP طبعا في كتب يعني مختلفة مثل غير تغيرها أيضا ممكن أن تستعين بها لكن بالنسبة للمصادر يعني المصادر متنوعة وموجودة في صفحة PMI وإياكم جميعا بارك الله فيكم جميعا يا رب أي سؤال آخر أظن إن شاء الله أني أجبت على كل الأسئلة معظم نعم الشركات التقنية الآن تستخدم الأجائل أو تستخدم منهجيات الأجائل بعضها لا زال يستخدم منهجيات التقليلية ويعاني كثيرا في ذلك لكن معظم الشركات التقنية طبعا العالمية كلها بدون استثناء يعني إذا كنت تتكلم على فيسبوك وغيره واتساب وليمتون وغيرها فكلها موجودة وكلها تستخدم عفوا المنهجيات الرشيقة وإياكم يا رب بارك الله فيكم جميعا أي سؤال آخر نلتزم معه على الستة أشهر وهو الذي يحدد لنا كيف نبني المنتج بالميزات التي يريدها طارية استشارات إيش بالضبط الاستشارات هذا بند كبير جدا يعني نفس الكلام إذا كانت استشارات من نوع knowledge based فيفضل أن تستخدم فيها المنهجيات الرشيقة إذا كانت استشارات من نوع industrial أو النوع التي يكون فيها scope واضح بإمكانك أن تستخدم المنهجيات التقليدية أيضا أي سؤال آخر على الأطلاق أستاذ أيمن نحن ذكرنا أنه لما يكون الفريق كبير جدا فأعمل إلى تقسيم وإلى فرق صغيرة ويكون طبعا فيه رابط بينها تمام طبعا هناك تحديات بالتأكيد خاصة الآن يعني مع الفرق الافتراضية virtual teams وهذه لها يعني كلام مطول شوي كيف نتعامل مع virtual teams بالإدارة الرشيقة لأنه ذكرنا أن الإدارة الرشيقة عموما يعني تحث على face to face communication أو interaction هناك توافق كبير جدا الآن ذكرت أظن في بداية المحاضرة نصف أسئلة امتحان PMP الجديد هي agile نصف الأسئلة تماما على الأقل يعني تسعين سؤال على الأقل هي أسئلة agile يعني أسئلة أيضا تندرج تحت الACP طبعا الACP متعمقة أكثر في مجال الأجايل أيضا أي سؤال آخر بزاكم الله كل خير بشكرا وإياكم الله يتنفسك بارك الله فيكم جميعا يشرفني ويسعدني وشكرا لكم جميعا الله يتنفسك أتمام الناس بس من ساشل ربط الحضور وأنا حطيت الرابط بتاع موقع دورة البيمي بي ودورة الموقع حضرتك اللي هو خاصة لدارة المشريعة الله ينسسنا هو موقع والمحضرات رائعة وفيه كتاب مجاني حضرتك حضرته مفيد جدا فأناس تنزيله وتبقى تسفيدني إن شاء الله وكذلكم شكرا جزينا شكرا جزينا شكرا لجميع طيكم العافية نرا